جسد الاحتفال الذي أقامته سفارة البحرين لدى البلاد بمناسبة الأعياد الوطنية في المملكة فرحة كويتية بحرينية غامرة تجدد التأكيد على عمق العلاقة الأخوية المتجذرة الرسخة بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا وبالرغم من هطول الأمطار بغزارة شديدة مع وقت الاحتفال إلا أن الألاف من المهنئين من كبار الشيوخ والوزراء والنواب والمسؤولين بالإضافة إلى حشود شعبية توافدوا إلى مقر الحفل للمشاركة في الأعياد الوطنية البحرينية والاستمتاع بالعرضة وفقرات فنية تراثية من المملكة وتقدم الحضور ثمو الشيخ ناصر المحمد مهنئا وقال إننا نحتفل بالعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة وهو عيد لكل دولة خليجية وأهنئ جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة والشعب البحريني الشقيق بهذه المناسبة السعيدة وأتمنى للبحرين التقدم والرخاء والتطور في جميع المجالات كما أتمنى للجميع الصحة والعافية وكل عام والجميع بخير بدوره هنأ ممثل الحكومة وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح البحرين قيادة وحكومة وشعبا بأعيادها الوطنية متمنيا دوام الأفراح في المملكة والمزيد من التقدم والازدهار والتطور في ظل القيادة البحرينية من جهته أعرب القائم بأعمال سفرات مملكة البحرين لدى الكويت محمد جاسم السبت عن ساعدته للحضور الرسمي الرفيع المستوى والشعبي من مختلف فئات المجتمع الكويتي للمشاركة في الاحتفال الذي أقامته سفرات المملكة في فندق الجميرة بمناسبة الأعياد الوطنية للبحرين وأوضح في تصريح للصحافيين أن هذا الحفل يأتي أحياء لذكر قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 وذكر اندمامها إلى الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية وذكر تولي الملك المفضى حمد بن عيسى الخليفة مقاليد الحكم بدوره هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد البحرين بأعيادها الوطنية قائلا نحن أتينا إلى هنا ليس لنحتفل وأنما لنتقبل التهاني نظرا للعلاقات الأخوية المتينة بين السعودية والبحرين قيادة وشعبا وقال في تصريح للصحافيين على هامش الحفل إن مشاركة السعودية ممثلة بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت في اجتماع حلف شمال الأطلسي النيتو ودول أعضاء مبادرة اسطنبول للتعاون جاء تقديرا وأجلالا للكويت ممثلا بجهاز الأمن الوطني ولرئيسه الشيخ ثامر العلي وأوضح أن حديثه مع الأمين العام لحلف النيتو خلال الاجتماع كان وديا ولم يتطرق لموضوع دمام السعودية إلى مبادرة اسطنبول للتعاون من جهته أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون ناصر لمزين أهمية استمرار اجتماعات القمم الخليجية وبحضور الدول الست وذلك في إطار وحدة وتماسك هذه المنظومة فضلا عن مؤشر مهم للغاية بأن هذا المجلس نشط ويتفاعل مع الواقع بما فيه من مستجدات وأضاف في تصريح للسحفيين على هامش احتفال سفارات البحرين أن تواصل القمم الخليجية سنويا من دون انقطاع راجع لإدراك قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحجم التحديات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة ككل ولهذا فأن كل لقاء لهم هو لبنة إضافية في بنادي المجلس ونأمل أن تكون القم المقبلة في البحرين إضافة مهمة لهذه المسيرة المباركة وأشار المزين إلى تقدير الكويت لمواقف شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي والتوافق على اختيار دكتور نايف الحجرف أمينا عاما لمجلس التعاون وهذه خطوة ستضيف إلى مسيرة المجلس والمضي قدما في تحقيق أهدافه المنشودة بما يخدم الدول الخليجية وردا على سؤال حول نتائج وساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية أكد أن جهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في هذه الوساطة مستمرة ومتواصلة وفي إطار التفاؤل فلابد من حل لكل مشكلة وأن هذه الأزمة مهما طالت فأنها عابرة ولابد أن تنتهي ونحن في الكويت نتمنى أن تشهد هذه الأزمة الانفراج قريبا